باستثناء يعني فئة قليلة جدا من المنافقين والمنتفعين ومعاهم فئة برضو يعني بتقل يوم بعد يوم من المغيبين والجهلين ايا كان مستوام التعليمي والاجتماعي باستثناء دول ما ظنش ان فيه بنادم طبيعي راضي عن الوضع في مصر على كافة المستويات وفي القلب من كل ده هتسمع الجملة دي يقول لك البلد الوحيدة اللي لو رجعت مئة سنة هتتقدم هنا بقى بتحصل الخناءة بين رواد نظرية الماضي الجميل والحياة اللي كانت زبادي خلط وبين انصار نظرية مسخم من سيد إلى ستي ومصر وشعبها طول عمرهم كده واحيانا الخناءة بتاخد لها شكل طبقي واتهمات وكره متبادل بين طبقات المجتمع كل فئة شايفة تانية هي اللي مسؤولة عن ازمات البلد ناس بصة من فوق وبتقول ان البلد بازت بسبب الجاهل والتخلف وعشوائية الفلاحين اللي هاجموا على باريس الشرق وناس شايفة ان فساد وسرقة وانتهازية اصحاب الثروات هي السبب فخلينا النهاردة نناقش الأول هل الفكرة اللي متاخدة عن ماضي مصر فكرة حقيقية سواء في نظر الفئة اللي شايفها كانت جنة كده في المطلق او الفئة اللي شايفها كانت نار برضو في المطلق عشان نجواب على السؤال ده يعني بمنطق وموضوعية وانصاف خلينا ناخد رحلة وصيارة كده مع المواطن المصري في تاريخنا الحديث من 200 سنة بس ايه ابرز المحطات اللي مر بيها صعودا وهبوطا وايه العوامل اللي شالتنا هيلة بيلة ورمتنا لللحظة الحالية بفسادها وفشلها وازمتها خلونا نشوف من فترة بسيطة كرام انتشر ترند جديد ولقينا مبارك الله يرحمه ويديله الصحة عادة للحياة متجسدا في هيئة مطرب هندي وانتشرت فيديوهات كتير رسالتها الأساسية رغم أنها كوميديا هي ولا يوم من أيامك أبو علاء وإحنا أسفينا معلم وربنا يجازي اللي كان السبب ودلوقتي عرفنا إيمة الأم بعد ما جربنا مرات الأب وغيرها بقى يعني من صنوف جمل جلد الزات بشكل يعني حتى لو يباني كوميدي وساخر لكن الحقيقة أن حرفيا ممارسات وسياسات السيسي خلت قطاع مش بسيط مش قليل في مصر بيترحم على أيام مبارك بجد مش يزر ولو تبعت ردود الفعل على ترند هتلاقي الناس ماسكة في خناق بعض ما بين الثوريين اللي شايفين أن أيا كانت نتائج ثورة انقلاب يناير ده ما ينفيش أن مبارك كان فاسد وحرام وأن نظامه كان مستبد وأن نيتهم كانت كويسة في الخلاص من الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أو غيرها من المطالب ولو مدينا الخيط لأبعد منه بشوي خلينا نتخيل يعني لو حضرتك قاعد على قهوة في مبابة ولا شبراء أو كافية في منطقة راقية ولو دخلت في حوار مع فراردي في سوق الجمعة أو كنت قاعد في مناشة في صالون ثقافي فمؤكد لو النقاش جيت في سيرة البلد وأحوالها هتسمع الجملة بتاعت لو رجعنا مئة سنة الورا هنتقدم وهيحصل الخلاف في وجهات النظر في الفكرة دي هنا بقى سواء في حالة مبارك كماضي قريب أو في حالة الملكية ومن بعدها دولة عبد الناصر كماضي أبعد شوية بيحصل الخلاف في وجهات النظر وبسبب الأشكال الكتيرة للإحباط وتنوع إحساس الدي وعدم الرضا وتعدد مظاهر الأزمات واختلاف طبيعة المعاناة من شخص للتاني ومن فئة أو طبقة اجتماعية للتانية أصبح السؤال مسيطر على وعي ناس كتير وكل شخص عنده منطقه أو العدسة اللي مصوراله شكل الماضي إن كان أفضل من الحاضر ولا زيه ولا أنيل منه السؤال دايما أو بمعنى صح الاتهام بيبقى موجه للمواطن المصري مواطن عايش في بلد موقعها عبقري كما تقول الأسطورة يعني خيرها وثرواتها ما فيش أكتر منه فهل بقى المواطن ده بريء وضحية بنسبة 100% ولا بيتحمل يعني جزء ولو بسيط من مشاكله وأزماته برطة كده ومأنتخ بطبيعته جاهل ومتخلف بالفطرة جينات العبودية الفرعونية اللازقة فيه وهو متكيف بحالة الانسحاق والضعف وقدام حكامه هل ساعات كان رافض ومقاوم لأي تغيير أو أي محاولة ثورية لتحسين أحواله وهل أحيانا لما كانت الظروف بتحلو إنه يعني يبدع ويتفوق كان بيستجيب ولما بتجيله الفرصة إنه يترقى اجتماعيا وينتج ويتطور أو يشارك في صنع مستقبل بلده كان بيمسك في الفرصة ويتبت فيها قدر الإمكان ولو كان ده بيحصل على فترات هل كانت بتظهر له الفئات المهزقة الفاسدة الانتهازية اللي بتبوز عليها الجو وبتسممه فتضيع له مكتسباته وأحلامه بوطن ومجتمع أحسن الحقيقة إنه تاريخيا بالنسبة لمشوار الشعب المصري مع الحاكم والحاشية بتاعته أيا كان نوعها الإجابة عن كل الأسئلة دي هتلاقي هي هيها في كل عصر أيا كانت طبيعة الحياة ومتغيراتها وتطوراتها وأيا كان شكل نظام الحكم في مصر ونلاقي إن قصة الصراع الطبقي اللي بترعاها الأنظمة وبتشتغل على تغذيتها ونشرها لمصلحة السلطة وحالة التربص والعداوة بين الطبقات سواء يعني مدارية تحت السجادة أو تحت الرماد أو واضحة ومعلنة هي هي ما تغيرتش ويا دوب اللي بتغير التفاصيل أو طبيعة زمن مش أكتر لكن السابت والمؤكد إن السؤال عن حياة المصريين وحالتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية خصوصا بعد صورات الربيع العربي وضيف عليهم العشرية السودة بتاعت السيسي خلت ناس كتير عندهم شعور إن هما وقعوا في فجوة زمانية فجوة وصلت لهم إحساس إن ما قبل 2011 ده كان تاريخ قديم قوي ومن كتر التدليس والكذب واللخبطة وحالة عدم الاتزان اللي الشعب فيها بالإضافة لنجاح النظام نفسه في الاستقرار على حساب الانقسام والاستقطاب اللي فتت الشعب نفسه وميد حتة أصبح من المهم إننا نسأل نفسنا ونراجع في تاريخنا هل السيستم ده من حالة الحراك والفواءان والحلم بمستقبل أحسن ثم بعد كده مواجهته وهزمته وإشعة اليأس والعجز والتعايش مع الفساد والاستبداد هل التحولات دي يعني جديدة علينا واللي حصلت لنا قبل كده وإيه دور الأنظمة فيها في البداية خلينا فجأك بحقيقة لازم نعرفها إنك لو هتتكلم عن الشعب المصري اللي انت شايفه النهاردة ده اللي أكتر من 100 مليون منتشرين في طول مصر وعرضها هتلاقي الكلام عن الشعب ده ملوش علاقة بالتاريخ اللي ممتد لآلاف السنين لأن دي الأزمنة اللي التاريخ فيها بيتكلم عن حضارة كاملة معابد ومباني وحكام وملوك حكموا شعب مستقر على ضفاف النيل والشعب ده كان دوره في الفترة دي ما يتعداش العبودية للحاكم اللي أحيانا بيكون هو نفسه الإله اللي بيعبده لكن خلينا مع فكرة المواطنة ودي الفكرة اللي عرفتها مصر مع بداية دخول الحملة الفرنسية ومن بعدها تأسيس محمد علي لما يسمى بالدولة الحديثة وده يعني موضوع اتكلمنا فيه قبل كده وشرحنا سماته وتفاصيله وأكاذيبه وأساطيره كمان وفكرة إن تأسيس دولة حديثة هو عبارة عن تأسيس سجن كبير محوط المساجين اللي فيه اللي هم المواطنين ومرقبهم معادد عليهم النفس اللي بتنفسه المهم هنا بقى ظهر الشعب المصري بشكله الحديث وظهرت مع طباعه وسلوكياته والطريقة اللي بتفاعل بيها مع العالم من حواليه عشان يتعايش معه ويستحمل اللي بيحصله المصريين مع الحملة الفرنسية بس عرفوا فكرة التعداد والإحسد واكتشفنا مع علماء الحملة الفرنسية إن أقصى تأدير لعدد المصريين في الوقت ده كان حوالي 3 مليون نصر ومن بعد وصول محمد علي للحكم والإجراءات اللي استورادها من أوروبا في بناء شكل تنظيمي للدولة مؤسسات ودووين وعمليات تحديث وتطوير شكلي في كل حاجة وملفات صحة وتعليم ووظيف وتجنيد وتطوير صناعي وتجاري وزراعي وغيره كل ده زي ما أغلبنا عارف كان تطوير شكلي بلا مضمون وتطبيق لكتالوج أوروبا في الحداثة من على الوش لكن من تحته صخرة واستعباد وحكم بالحديد والنار والكرباج اللي حصل هو تطوير لاستبداد الدولة مش لحياة المواطن القطاع الأكبر من الشعب المصري كان من أهل الأرياف بيعيشوا في أسوأ أشكال العبودية بس إثناء طبقة الأغنية والإخطاعيين ومعهم الشيوخ وعلماء الأظهر اللي كان أغلبهم يعتبر جزء من النظام الحك المصري زمان كانت علاقته بالعملة إنه ممكن يلمحها بس في إيد باشا أو مشرف زراعي وحياة المواطن كانت ماشية يعني باستهلاك الفوتات اللي بيفضل من الإنتاج الزراعي بتاعه ومعروف طبعا باقي الإنتاج ده كان بيروح لجيوب مين المواطن ما كانش يعرف حاجة اسمها ملكية ولا عنده اللي يورسه لعياله أصلا وكانت تعامل الاقتصادي بين الناس وبعض وبنظام المبادلة يعني سلعة أوصاد سلعة شوية فول وعتس شوية ديئي وهكذا حالة من البؤس والفقر يعني صعب إنها تتوصف خلي بالك إحنا بنتكلم عن الغالبية الساحقة من المصريين وقتها اللي بالتالي يعني إحنا كلنا أحفادهم دلوقتي بمختلف الطبقات من أول العامل والفلاح لحد أنصار الكميونيتي اللي شابها بعض وإتلاف البرايفاسي اللي معزول عن الرعاع لهم الناس اللي بتحرصهم قوات خاصة على البوابات دول البلد زمان كان ممكن يطلع من أعيانها شيخ مدرس عالم تاجر لكن الفلاح بالنسبة لهم اتخلق عشان يعيش ويموت فلاح كائن حي مهمته في الحياة خدمة أسياده بس وصادل قمته ده لو لقاها بسهولة أصلا فكرة إن الكرابيج والسحلة طول النهار في الأرض والطين ممكن تتسبب في موت فلاح ما كانش يتبقى كارثة ولا قضية رائعة بالعكس ده كانت واحدة من مهمات نظر الزراعة إنه يعد ويحصي الطلعة دي مات فيها كم واحد عشان كده لما بنيجي نناقش قضية الصراع الطبقي في مصر وفكرة رامي التهم المتبادل عن المتسبب في مشاكل وأزمات البلد لازم نوضح إحنا كنا فين وبداية تطور الإنسان المصري كانت إمتى واعتراف الدولة أساسا بوجوده بدأ إمتى عشان فيه فئات كتير من المجتمع لمجرد إنها عاوزة تثبت جدارة واتبرر حقيتها بالمكانة دونا عن غيرها أو تأكد إنها تستحقل وحدها الوجاهة الاجتماعية فبتلاقهم يرسيموا صورة مش حقيقية لتاريخ وصول عيلتهم المزيفة تاريخ كله كدب والتطليل لمجرد إن هم رفضين الاعتراف بإن الجلبية الفلاحي بالرؤع اللي عليها وبهو عطين الأرض اللي انبقعها هي الأصل وهي البداية الحقيقية لكل الأجيال اللي ظهرت من بعدهم لكن يعني فكرة إن الشخص يستعرر من أصله أو يتهرب من ماضي مش هي المشكلة المشكلة الأكبر والكدبة الأكبر إن حالة الإنكار دي بتكون نتيجتها إن الأصل والجذور دي برغم مئات السنين من العبودية الصرفة لكنها كفحت على قدم قدرت واتمرمطوا في التجارب مع الحكام وصبروا على سوق المعيشة واستوعبوا وفكروا واستجابوا أكتر من مرة لكل طرق ومحاولات تطوير شكل حياتهم وكان دايما عندهم الاستعداد للتغيير وكان عندهم مهارات التحايل سواء على الظروف أو على الحاكم وأدواته أو على حشيته وخدمينه في عرض مستمر حصل ولسه بيحصل لحد دلوقتي في الصراع التاريخي الأزلي ما بين قاعدة شعبية نفسها يعني تتغير وتسعى للأحسن وما بين طبقات وفئات مستفيدة من الفساد والظلم والقمع ويهمها استمرار الفقر والجهل والعشوائية كحالة مثالية كل ما تزيد وتنتشر كل ما كانت مكتسباتهم وامتيازاتهم أكتر في وجود سلطة بتشترك مع محاسبها في نفس الغرض مصر مع عبدات قرن التسعة عشر حصل فيها انفراجة شوية ويتحسن نسبي ممكن يعتبر قليل بمقاييز زماننا النهاردة لكن ساعتها تقدر تقول انها بالنسبة للمصريين كانت نطة كبيرة ومش مسبوقة عشان حكام مصر وقتها بصرف النظر عن أهدافهم وأسلوب حكمهم بدأوا يطوروا ويحسنوا شوية جودة الحياة نظموا الري وعدلوا بعض طرق الإنتاج ورفعوا إيد البشاوات والأعيان سنتيمترات بسيطة بس عن قفة الفلاح بشكل خلاه يعرف إلى حد ما حاجة اختراع جديد في حياة اسمه التحويش التجارع الدايئ يقدر يشتري أي سلعة بفلوس وده في حد ذاته كان معجزة في الوقت ده ولو هنتكلم عن الماضي بإنصاف صيغة السؤال أصلا تبقى غلط لو سألنا يعني هو كان أحسن ولا أوحش وهيبقى السؤال الصح هل كان في محاولات ونضال حقيقي لتحسين الأحوال ولا لا وقصادة هل كان في مقاومة وثورات مضادة ودولة عميقة بتحاول تفشل أي حراك مدعومة بفئات المنتفعين والفزدين ولا لا عشان كده مهم نتكلم عن أكتر من محطة عدى بيها المواطن المصري المواطن بمميزاته وعيوبه بلحظات فخره وإحساسه بالنجاح والإنجاز وبرضه لحظات يهأسه أو استسلامه للفوضى والعشوائية والتخلف وده اللحظات اللي كتير يعني بيركزوا عليها قوي ويوقفوا الصورة عشان يعتبروها صورة نمطية بتعبر عن الشعب كله عشان يقولك ده شعب أغلبه برطة أصلا كسلانين مش متوع شغل ومعندهمش إدراك لقيمة العمل وبيكرهوا العلم وبيميلوا أكتر للخرافة والجهل شعب عبيد زمرت لأمهم وعصاية فرقهم شعب ما بيمشيش غير بالكورفاج والحاكم ما هو إلا شخص أو مؤسسة غصبة عنهم يعني مضطرين يحكموا بالحديد والنار لمصلحة الشعب ومصلحة الوطن بس مش أكتر لكن الحقيقة اللي يدور كويس ويرصد بشكل محايد يعني إلا فيه أفورة وتمجيد مبالغ فيه للشعب ولا تطبيل لحاكم أو سلطة هيلقيني الكلام ده كلام فارغ والعيوب اللي موجودة في الشعب المصري هي عيوب وسمات شخصية هتلاقيها تاريخيا موجودة في كل الشعوب اللي اتحكمت بالاستبداد وقالة القمع والتجهيل وكسر الإرادة ما هياش في الجينات حتى الشعوب اللي دلوقتي يعني بتتسمى شعوب رقية وديمقراطية وشعوب عالم أول شعوب قدرت تنول كل حقوقها وحريتها مرت برضو بكل اللي مر بيه المصريين من طغيان وديكتاتورية وفساد لحد ما نضلوا وكفحوا واتفحتوا حروب وثورات لغاية ما وصلوا لصيغة للتعايش مع بعض كشعوب أولا وأسسوا منهج للتعامل مع السلطة ثانيا يحدد صلاحيتها ويحجم سلطتها ويرسم خطوط للحقوق والواجبات اللي على الكل حاكم ومحكوم ومن هنا نقدر نقول ان تاريخيا في مصر الفلاح اللي هو أصل البلد عارف يلقط يعني حسب درجة وعيه التوجه بتاع العصر حسب قدراته وإمكانياته وفي حدود الطريق الديق والصعب جدا اللي حطهله حكامه عشان يمشي فيه أول ملاقط الإشارة ان التعليم خلاص ما بقاش حكر على الأزهر وعلوم الدينه بس وبالمناسبة دي عنده الواحده كان يعتبر نضال ومعركة شارسة مع خوازيء النطاعة والانتهازية الخاصة بالعصر ده واللي لها شبيه في عصرنا الحال يعني ليه بقى؟ لأن فكرة حصر العلم كله في الدينه بس كانت منطقة مهمة جدا لنفوذ الشيوخ وعلماء السلطة فبالتالي أي فرع من فروع العلم والمعرفة والثقافة خارج عن الإطار الدين التقليد المحافظ كانوا بيكرهوه وبيحتقروه بل وبيحربوه ويحربوا رواده أساسا وبالرغم من كده الفلاح المصري البسيط ده لقط فكرة تعليم عياله من وجهة نظره البسيطة الطيبة يعني إنها الوسيلة الوحيدة لهم للترقي الإنساني والاجتماعي برغم كل الزن على الودان ده والتشكيك اللي بيوصل لدرجة التكفير واعتبر العلوم الحديثة دي بدع وخروج عن أصول الدين بزي ما قلنا يعني الهدف والرغبة البسيطة للفلاح المصري كانوا مبنيين في البداية على أساس إن التعليم يعتبر زي كبري هيعدي ولادهم من الزل لشيء من الكرامة ومن الفقر لنفحة ولو بسيطة وجزئية من المكان الكويسة والأمان الاجتماعي وإنهم حسوا إن بقى في الإمكان إن تتغير الحالة الأبدية دي إن ابن الفلاح يفضل فلاح وبقى متاح إنه يطلع دكتور ولا محامي ولا مدرس ودي طبعا يعني فكرة كانت طول الوقت مسببة دي وهسهس عند الأعيان أو عند كل فئات الثروة وراس المال وأصحاب الحسب والنسب اللي بيزعجهم جدا إن الروس تتساوى وشوية الفلاحين الجربيع دول يخشوا مدارس وتعليموا تعليم عادي لأوا كمان يتوظفوا زي يوم زي أعياننا يعني كلامنا مفكركش بحاج إن لو ابن عامل نظافة ممكن يتعين يعني دي برضو يعني أنت حضرستك بتقول كلمة يعني هل مش قوي كده لا لأ دي كتحد القضايا المصاركة برضو هو يعني طبعا عمل قاضي المفروض برضو يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعمل النظافة ولمن هو أقل منه أو أكثر منه فضرور يبقى الوسط البيئي الذي بينشأ فيه القاضي ضرور يكون مناسب واتلاكش فوق ولو ما بقاش برضو تحت أوي فهي ضرور يبقى فيه وسط مناسب وكتر خير عامل النظافة اللي رب ابنه وخليه يحصل على شهادة كتر خيره وكتر خيره لكن لو ده عمل بالقضا حدوصت لقيه حصله حاجات كتير عكتعب نفسي وي 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 يعني مش هيستمر وأنا بقول لك الكلام ده ده عن تجارب سابق أفندي أيو 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 وبعدين برضو القاضي يعني مع احترام كل عامة الشعب القاضي له شموخ ووضع فضرور يبقى مستند لوسط بقول لك وسط محتر اللي حصل في مصر في بداية القرن 19 تحديدا إن فكرة التعليم الحديث فتحت طريق جديد ومختلف لعيال الغلابة والفلاحين وعمة الشعب في العموم ومع رسم الشكل المتطور نسبيا للدولة من هيئات ومؤسسات بتخدم على مشاريع وخطط للتنمية والصناعة والزراعة وغيره من مجالات الشغل والإنتاج ظهرت فوايد ومنافع المير وتثبتت في وعي الناس نظرية عيشة لحد دلوقتي إن فاتك الميل اتمرمغ في طرف وتغيرت معاها التركيبة الاجتماعية والسكانية واحدة واحدة مع تحركات الناس بقى وتنقلهم وهجراتهم الداخلية ناحية فرص العمل وأبواب الرزق الجديدة وتغيرت حتى نظرة الفلاحين لفكرة الانتماء اللي كانت محصورة سواء في البيت الصغير أو القرية وتشكلت معاها فكرة المواطنة والانتماء العام بقى للبلد كلها وأصبح الفلاح منتمي عيلة أكبر من الكفر ولا النجع اللي طولت فيه عيلة بيجمعها مصالح مشتركة وبيتعامل بتضم الفلاح جانب ولاد الأكابر جانب الخواجات من جنسيات مختلفة ومن هنا على فكرة جيت كلمة مصر أمو الدنيا مصر أمو الدنيا دي اللي مقصود بها القاهرة كان اللي بيروح من الأقاليم للقاهرة اللي هم بيقولوا عليها مصر بيشوف عالم تاني خالص بيقولك مصر أمو الدنيا مش على دولة مصر نفسها أو النمط الجديد ده للحياة نمط ساعة لي المواطن المصري رغم استمرار حالة التمييز والعنصرية وفكرة الطبقية اللي فضل برضو يعاني منها لكنه برضو فضل متمسك ولو يعني بأقل القليل من المكتسبات كفلاح عادي عاش آلاف السنين مهمش ومش معترف بيه غير أجري في الأرض أو خدام أو عبد من عبيد الأصر ومش بس كانت الفوائد عنده هي رفع المعنويات وتحسين مستواه المادي والاجتماعي لا دي كانت فرصة جديدة للشعور بالأمان من الدخل السابت المضمون ده غير الحوافز والمكافآت اللي بيجود بيها خداوي ولا باشا من البشوات وكمان حقه اللي لقاه في معاش يضمن له فرصة لدخل مقبول بعد التقاعد سواء لي أو لأسرته من بعده لو مات كل دي محطات مهمة في تاريخ المواطن المصري وخطاوي يعني فعلا حسب ظروف زمنه ومعطياته تعتبر عملاقة وصعبة استوعبها ودخل جوه دايرتها واستجاب انه يكون جزء منها ويكون له وظيفة ودور في مجتمعه حتى لو كانت متغمسة بنفس موروث الطاعة والرضوخ والخضوع لللي أعلى منه في الشأن والمركز والهيبة بس الموضوع ما بقاش يقارن اطلاقا بحالته القديمة كفلاح دوره الوحيد هو الطاعة من غير نقاش والاستسلام الكامل للكربان والعيشة والموت على الزل والجوع وصاد الفتفيت اللي كانت يدوب معي شاعل هامش عشان كده لما يجي حد في زماننا ده يتكلم عن الفلاحين بنظرة تعالي فوقية كده ويغلفها بقى بالتنكيت والسخرية وهو بيوصفهم بالخبث واللقم والحقيقة يعني مع الاعتراف انه مفيش حد كامل او منزه من العيوب والمواطن المصري ايا كانت بيئته او مستوى الاجتماعي في الاخر هو انسان زي وزي اي بني ادم فيه حتة في الكوكب عنده نقط ضعفه وعنده مشاكله الاخلاقية والسلوكية وعنده برضو موروثه من العادات والتقاليد المحترمة الانساني لكن لو هنتكلم عن نقطة اللقم تحديدا ولو اخدناها واسقطناها على الزمن اللي بدأت فيه تتشكل ملامح وهوية المواطن المصري هناخدها معناها الايجابي كذكاء اجتماعي من الفلاح في وقت كان بيتعرض فيه لكل اشكال الزل والعبودية والنظرة الدونية سواء من الحاكم او طبقات الاثرياء اللي احتقرته وكانت رافضة وجوده واستيعابه وسطهم خصوصا اننا هنرجع تاني ونأكد ان رحلة انتقال الفلاح المصري اصل البلد من مرحلة الاستعباد في الارض لمرحلة الاندماج جوا منظومة التعليم والثقافة والوعي والانتاج والصناعة والمهن هي رحلة كلها لبعضها ما كملتش 200 سنة بس مع انشاء فكرة الدولة الحديثة في مصر فكون ان المواطن المصري في الفترة القصيرة دي وبرغم كل المقاسي والمصاعب والاستبداد سواء اجنبي او محلي كونه قدر يتعلم بالسرعة دي فدي حاجة تحسب له يحسب له اصلا انه قدر يتعلم ويستوعب العلوم الحديثة ويبتكر كمان ويضيف بالسرعة دي ويدي يتفاعل بسرعة مع التغييرات اللي بتحصل حواليه كل ده وهو بيواجه يعني مع السلطة والحكم المستبد طبقة بتحتقروا وبتحاربوا ومعتبرين نفسهم سادة وبيبصروا على انه عبد بالعكس ده ابتكر وطور مهاراته وخلق مهن وحرف جديدة من خلال انفتاحه على التعليم الحديث اللي اصلا كان مرفوض وهو بيتحارب من القوى الدينية المحافظة اللي كان بيمثلها في الوقت ده شيوخ السلطة وكتير من علماء الازهر عشان كده بنقول ان اي احداث عدت في تاريخ مصر المعاصر كان فيها لحظات او طفارات كده وريحة انجاز او اي حاجة تدعو للفخر او الشرف بتلاقيها هي المساحة اللي تسابت للناس يعبروا او يبدعوا او يبتكروا فيها بحرية وكل لحظات الهزيمة او الانهيار بيكون المسؤول عنها هو القوة او السلطة او حشيتها اللي مصلحتها الدايئة وامتيازاتهم الرخيصة عمرها ما هتتلاقى مع رغبة الشعب ده انه تقوم لقومة لان ده هيبقى معناه نهايته واول ما بتتعارض مصلحة النظام مع مصلحة الشعوب هنا بيحصل الانهيار والخيبة وبيرجع معهم موروث الخوف والضعف والعجز الشعبي التاريخي وصاد سيطرة القوة والسلاح اللي في ايد السلطة وهنا بيجي دور كل دلديل الانظمة المستبدة ودراوشها في كل عصر في فكرة التدليس والتضليل وتحميل المواطن مسئولية أزماته وتحريض الشعب على بعضه طبقات في خصومة مع طبقات تانية وفئات بتتبادل للتهمات والأحقاد والخلاصة ان المواطن في مصر على مدار تاريخها مش هو المواطن القرية العظيم والمصر اللي معروف بجبروته لكنه برضو مش هو المواطن العبد في المطلق والجاهل المأنتخ اللي مش عارف حقوق واللي ما بيحاولش يعمل اي حاجة عشان يحسن حياته وقمة التدليس والكذب هي النظرية اللي بتتروج طول الوقت ان العيب في الشعب مفيش شعب فاسد او فوضاوي او متخلف تلقائيا كده بالفطرة لكن الحقيقة ان فيه انظمة فشلة ما قدرتش تغير حياة الشعب ده للأحسن نفسيا واجتماعيا واقتصاديا ومفيش شعب فاسد بالوراسة لكن فيه سلطة وحكومات فاسدة وقوانين وقضاء افسد منهم خلقوا من الفساد منهج واسلوب حكم وقدر المشكلة لا هي في الماضي ولا في الحاضر ولا هيحلها اللاط مع الخدود ازمة مصر في حكامها ومش هيحلها غير ان الشعب كله بمختلف فئاته يفض العركة اللي بينه وبين بعضه ويتعرف على بعضه ويدوره على نقطة الاتفاق ويتوحده على هدف واضح ويعرفه مين عدوهم الحقيقي والسبب الوحيد في كل ما صايفهم ومعاناتهم ونشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة